معا من أجل أنبار أكثر جمالا ونظافة هكذا تصف إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائية في العراق دعمها المستمرة للمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية أحدث صور هذا الدعم تسليم إدارة البلديات سبع أجلات تخصصية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جرى تخصيص هذه الآليات لست بلديات في مدن غربي الأنبار وهي عانا والقائم والكرابلة والأبيدي وبروانة وحديثة والتي ستعمل على زيادة وتيرة الخدمات البلدية المقدمة لمواطني تلك المدن قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائية بتزويد بلديات محافظة الأنبار بسبع شاحنات مصممة لتنظيف الشوارع وبدعم انتخي من بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العراق تم توزيع هذه الشاحنات على ست بلديات في مدن غربي المحافظة ستعمل هذه المبادرة على تعزيز تقديم الخدمة البلدية لـ 300 ألف عراقي في تلك المناطق ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بلديات الأنبار بدورها بيّنت أن المناطق التي خصصت لها الآليات صنفت من بين المناطق الأكثر تضررا من العمليات العسكرية التي شهدتها المحافظة عام 2014 وما بعدها مثمنة استمرار الدعم الدولي للمحافظة بشكل عام ولقطاع البلديات على وجه الخصوص متوقعة أن ينعكس ذلك إيجابيا على مستوى الخدمات البلدية دعم الذي قدمته منظمة اليو أس أيد كان دعم كبير جدا وفعال جدا مما أدى إلى التأثير بشكل إيجابي وليكون تلك المناطق كانت مدمرة بنسبة 90% مما تحتاج إلى دعم لغرض إعادة الساكنين في تلك المناطق إلى ديارهم وبحسب إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائية في العراق فإن تلك المبادرة تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية بما في ذلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة توفير شاحنات تخصصية لبلديات الأنظار بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعدها السلطات المحلية خطوة مهمة في تطوير الواقع الخدمي بالمحافظة وتلبية الاحتياجات الملحة لقطاع البلدية ضياء محمد الحراء الأنبار